بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي في الدرس الأخير من دروس المقرر رياضيات 5 أتمنى إن شاء الله تكون مستمتعين معنا في تقديم هذا المقرر دعونا نتعرف معنا على محاور هذا الدرس سوف نتعلم بإذن الله تعالى تحويل معادلة للصورة القياسية وهذا سبق لنا أن نحن تعلمنا لما تكلمنا عن القطوع في كل قطع كنا نأخذ معادلة ليست على الصورة القياسية ونحولها للصورة القياسية باستخدام أكمال المربع بعد ذلك سنتعلم هذا الشيء الجديد اليوم إن شاء الله سنتعلم وهو تحديد نوع القطع بدون ما أحول المعادلة إلى صورتها القياسية ونأخذ أيضا إن شاء الله عليها مجموعة من الأسئلة كتقويم للفهم طبعا المعادلات القطوع أيها الأخوة الكرام هي معادلات من الدرجة الثانية وتختلف أشكالها ولها تطبيقات واسعة في أنماط الحياة طبعا كونها معادلة من الدرجة الثانية فهذه هي الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية معادلة الدرجة الثانية دائما تكون عبارة عن حد فيه X تربيع تسميه A X تربيع وحد فيه X أس واحد Y أس واحد طبعا هذا الحد نحن لم نرى زائدا C Y تربيع حد يكون فيه تربيع حد يكون فيه X أس واحد وحد يكون فيه Y فقط وحد ثابت وهذا يساوي الصفر هذه هي الحدود لمعادلة الدرجة الثانية بصورتها العامة وبصورتها القياسية طبعا احنا في كل حالاتنا أخذنا الذي هو هذا الحد B فيه تساوي الصفر فبالتالي إذا كانت B تساوي الصفر فبالتالي سن barley يعني إذا كانت B تساوي الصفر وماذا سيكون دعونا نرى المثال الأول قال لك حول المعادلة للصورة القياسية من خلال إكمال المربع طبعا مثل ما نحن تعودنا سنضع الأكسات بجانب بعضها البعض فبالتالي أقول 16x تربيع ناقص 128x وبعدين أقول سالب 25y تربيع لاحظ ما عندي y فبالتالي أتركها كما هي وبنقل للطرف الثاني وهو 144 سأقوم الآن باستخراج 16 كعامل مشترك للأكس لأننا نعرف أنه يجب أن أخذ معامل x تربيع كعامل مشترك فأخذ 16x تربيع بعد ذلك سوف أخذ ناقصاً 8x اللي هو لما أطلع 16 عامل مشترك من 128 يبقى لك اللي هو 8 بهذه الصورة زائداً فراغ طبعاً حتى نقوم بإكمال مربع ناقصاً 25y تربيع بهذه الصورة طبعاً ما في عندي y عشان أكمل مربع إذن عندي فراغ واحد فقط سوف أضيفه سوف أقوم الآن بتحديد هذا فراغ لأننا نأخذ العدد اللي في النص نقسمه على 2 صار أربعة نربعه صار 16 بهذه الصورة ولما أضيف في الجهة الثانية لازم أتأكد 16 هذه مفردة ولا مضروبة ولاحظوا أن 16 هذه مضروبة في 16 فهنا راح يكون عندي 16 رفيه 16 اللي هي بتكون 256 الآن سأقوم بإكمال المربع فأقول 16 X ناقصاً 4 اللي هو جذر إشارة جذر الكل تربيع ناقصاً 25y تربيع 144 زاد 256 يعطوني 400 سأقسم الطرفين طبعاً بطبيعة الحال على 400 سأقسم جميع حدود هذه المعادلة على 400 بهذه الصورة ولحظة لي سأخرج بي المعادلة بالصورة التالية 16 على 400 بتكون 1 على 25 فصار عندك X ناقصاً 4 الكل تربيع على 25 ناقصاً 25 على 400 بتكون 1 على 16 يصبح Y تربيع على 16 يساوي طبعاً واحد بهذا الشكل وهذه بلا شك أنها معادلة قطع زائد اتجاهه إيش بيكون اتجاهه أفقي المركز فيه بتقول عادة 4 وصفر والA تربيع 25 فبالتالي A خمسة والB تربيع 16 وبالتالي B أربعة ومنه ستتندج C تربيع تساوي A تربيع زائداً B تربيع ويبدأ تشتغل على نفس النسق الذي اشتغلنا عليه في الدروس السابقة طبعاً كتبنا المعادلة على الصورة القياسية وحددنا نوعاً وهو قطع زائد أفقي هذا هو المطلوب من هذا السؤال لأننا نقوم بعملية أكمال المربع دعونا نشوف أيضاً الفقرة الثانية بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الآن مطلوب مني أحول المعادلة لصورتها القياسية نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً عندك X تربيع زائداً 4 Y تربيع طبعاً بترك X تربيع أولاً مع الناقص 6X وبعدين زائداً 4 Y تربيع لوحدها ما في Y وبنقل السبعة إلى الطرف الثاني طبعاً X تربيع هنا معاملها واحد فما عندي عامل مشتركة بفتح قوس وبكتب X تربيع ناقصاً 6X زائداً فراغ حتى أكمل المربع زائداً 4 Y تربيع كما هي ما عندي أكمال مربع هنا تساوي 7 زائداً فراغ واحد فقط طبعاً الفراغ هنا راح نعبيه بقيمة اللي هو نصف الستة اللي هي ثلاثة تربيع اللي هي بتصير تسعة فبضيف هنا تسعة التسعة هذه مفردة يعني ما في رقم أضربها فيها فبالتالي سأضيف هنا التسعة وبالتالي ستكون المعادلة على النحو التالي بعد أكمال مربع جذر إشارة جذر الكل تربيع زائداً 4 Y تربيع تساوي 16 طبعاً بطبيعة الحال سنقسم المعادلة بشكل كامل على السطاش نقسم هنا على سطاش وهنا على سطاش وهنا على سطاش ونشوف وش خرجنا فيه سوف نخرج الآن بهذه المعادلة طبعاً عندك الحد الأول كما هو X ناقص ثلاثة لكل تربيع على سطاش زائداً الأربعة على سطاش بتصير Y تربيع على أربعة تساوي واحد بهذه الصورة وهذه أيها الأخوة الكرام معادلة قطع ناقص طبعاً اتجاهه بيكون أيضاً أفقي لأن العدد الأكبر في المقام موجود مع X وبالتالي بيكون اتجاهه أفقي أو مثل ما قلنا دائماً إذا كان عندك أنت عددين موجبين نقول كبير يركب قدام فالكبير هنا اللي هو 16 هو اللي في المقدمة وبالتالي سيكون هو اللي بيعطيني الاتجاه لهذا القطع فبالتالي رح نقول هنا أن هذا القطع عبارة عن قطع ناقص أفقي طبعاً لو قلت لك ما هو مركزه لو قلت لك أولاً مركزه 3 والصفر A تربيع تساوي 16 وبالتالي فإن AN أوربع B تربيع تساوي أربع وبالتالي فإن B تساوي 2 السي تربيع بتكون A تربيع ناقصاً B تربيع تصير 12 وبالتالي فإن السي جذر 12 تطلع الرأسين والبؤرتين والرأسين المرافقين معادلة المحور الأكبر Y تساوي الصفر più آسا و أصغر X تساوي ثلاثة يعني كل ما نريد أن نحن نوجده معامل الاختلاف المركزي بتقول جذر 12 على الأربعة يعني تكلمنا عن هذا الكلام في الدروس السابقة خلونا أيضا معنا نشوف تحقق من فهمك يعني مع بعض نحاول نحلها مع بعض اللي هو مسألة تحقق من فهمك يلا قال لك 4x تربيع زائد واي تربيع ناقص 16x زائد 8 واي ناقصا الأربعة بنفس الطريقة راح أضع الأكسات مع بعض والوايات مع بعض الأربعة أكس تربيع ناقصا 16x زائد واي تربيع زائد ثمانية واي والأربعة راح أخليها في جهة لوحدها بخليها موجب أربعة بهذا الصورة الآن بطلع أربعة عامل مشترك واشي يبقى معاي من الأكس تربيع يبقى لك أكس تربيع ناقصا أربعة أكس وزائد فراغ بهذا الشكل حتى أكمل مربع بعدين أقول الواي تربيع معاملها واحد خلاص ما يحتاج عامل مشترك أكتب هواي تربيع زائد ثمانية واي زائد فراغ بهذا الشكل تساوي أربعة طبعا أنا عندي كم فراغ هنا عندي فراغين فبالتالي حط فراغين بهذا الشكل أشوف الفراغ الأول واش راح يكون الأربعة نصفها اثنين اثنين تربيع بتصير أربعة والأربعة مضروبة في أربعة فبالتالي راح أضيف هنا 16 أما في الجهة الثانية عندك ثمانية نصفها أربعة والأربعة تربيع بتكون 16 16 في 1 ستعطيك أيضا 16 بهذه الصورة الآن سوف أقوم بإكمال المربع أو تجميع المربع الكامل هذا بالقوس 1 وبالتالي أقول هنا 4 في X ناقصا 2 جذر إشارة جذر زائدا Y زائدا 4 الكل تربيع تساوي 4 و 16 و 16 ستكون 36 بهذه الصورة سنقسم الآن اللي هو جميع الحدود سنقسمها على كم على 6 و 30 نقسم هنا على 36 و هنا على 36 و هنا على 36 بهذا الشكل طبعا الأربعة مع 36 ستصير 1 على 9 وهنا البقية سوف تكون كما هي سوف نأتي الآن و نلخص هذا الكلام نقول هنا عندك X ناقصا 2 الكل تربيع على 9 زائدا Y زائدا 4 الكل تربيع على 36 تساوي 1 بهذه الصورة و بعد ذلك يعني ممكن إحنا نقول كترتيب نخلي الكبير يركب قدام فبالتالي نخلي الواي قبل حتى يعطينا الاتجاه الصحيح لهذا القطع نقول 6 Y زائدا 4 الكل تربيع على 36 زائدا X ناقصا لكن لو تركتها كما هي في الأول فهي صحيحة إذن هذه معادلة قطع ناقص أيضا ولكنه سيكون قطع ناقص رأسي سيكون قطع ناقص رأسي لاحظنا أن نحتاجنا إلى عملية إكمال المربع مرتين مرة على الـ X و مرة على الـ Y كذلك يعني أحب أن نحن نلاحظ مع بعض قضية مهمة جدا أيها الأخوة الكرام والأخوات نحن قلنا أن معادلة القطع أو معادلة المعادلة من الدرجة الثانية دائما تتكون من هذه الحدود الحد الأول اللي هو A X تربية بعدين B X Y بعدين C Y تربية بعدين D X بعدين اللي هو E Y بعدين F يساوي 0 لاحظ معي أن هذه الثلاثة الأولة اللي تكون من الدرجة الثانية هذه تحدد نوع القطع هذه تحدد نوع القطع إذن هذه الثلاثة الأشياء الرئيسية اللي تحدد لنوع القطع فإذا كانوا كلهم موجبين للـ X تربية والـ Y تربية فبالتالي القطع بيكون ناقص ولكن إذا كان أحدهم موجب والآخر سالب فبيكون القطع زائد إذا كان في عندك الحد اللي هو X Y بيسويرك دوران بزاوية معينة لهذا القطع وربما يكون طبعا مكافأ أو ناقص أو زائد يعني في كل الحالات ممكن يصير هذا الأمر لكن وجود الحد اللي فيه X Y هذا بيسوي دوران للقطع بزاوية معينة طبعا هناك مؤادلات للتحويل ولكنها غير مطالبين فيها حقيقة في مقررنا مقرر رياضيات خمسة لكن ربما تكون مطلوبة منكم مستقبلا في الجابعة لمن أراد التخصص يعني في المواد العلمية تحديدا طيب الـ D و E و F تؤثر على إيش لاحظوا الـ D X هنا وين وين لقناها في هذه المعادلة وجدنا الـ D X هنا هذه الـ D X صح ولا لا وهذه هي الـ E Y هذه الـ D X أثرت على هذا العدد وبالتالي أثرت على هذا العدد وبالتالي أثرت على هذا العدد إذن الـ D X و E Y و F هذه تؤثر على إيش تؤثر على الإزاحات على إزاحات القطع أو على مركز القطع وين بيكون تؤثر على مركز القطع وين بيكون فوجود الـ D والـ E والـ F تجعل القطع يزاح إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل على حسب قيمة الـ DX والـ EY والـ F اللي موجودة عندنا كذلك الـ F هذه تحديدا ستحدد لأني بقسم عليها في الأخير فستحدد الـ A والـ B اللي هو نسبة اللي هو المحور الأكبر والمحور الأصغر يعني نسبتهم إلى بعض فبالتالي تحدد هذه الأمور إذن إذا أردتنا تحديد نوع القطع سأهتم أولا في الثلاثة الأشياء الرئيسية اللي هي الحدود اللي من الدرجة الثانية اللي هي الـ X تربية والـ XY والـ Y تربية وبالتالي خلونا نشوف هذه القاعدة أيها الأخوة الكرام يقول لك إذا كان عندك معادلة من درجة ثانية بصورتها القياسية فإن الثلاثة حدود الأولى هذه اللي يتحدد لنوع القطع اللي هي الـ A X تربية والـ B X Y والـ C Y تربية ويحدد نوع القطع من خلال قانون المميز يحدد من خلال قانون المميز اللي هو بي تربية ناقصاً أربعة A C بي تربية ناقصاً أربعة A C طبعاً هذا هو قانون المميز اللي احنا بنستخدم طبعاً سبق مرة علينا لما كنا نحل معادلات الدرجة الثانية باستخدام القانون العام كنا ناخذها داخل الجذر طيب إذا أنا حسبت المميز واش النواتج اللي ممكن تخرجني ممكن يكون ناتج المميز عدد موجب وربما يكون صفر وربما يكون عدد سالب إذا كان الناتج صفر فالقطع سيكون قطع مكافأ إذا كان الناتج صفر فسيكون قطع قطع مكافأ أما إذا كان الناتج موجب فسيكون قطع قطع زائد إذا كان الناتج موجب أما إذا كان ناتج سالب فسيكون القطع قطع ناقص أو دائرة قطع ناقص أو دائرة طيب كيف أعرف هل هو قطع ناقص أو دائرة يقولك إذا كانت الأي نفس السي فمعناته المحور الأكبر بيكون نفس المحور الأصغر المحور الأكبر نفس المحور الأصغر فيصير الشكل دائرة لكن إذا كانت الأي تختلف عن السي يعني فيه واحدة أكبر من الثانية فبالتالي بيكون عندك محور أكبر وبيكون عندك محور أصغر وبالتالي راح يصير قطع ناقص إذن إذا كان المميز سالب فيكون إما قطع ناقص وإما دائرة على حسب إشارة من على حسب اللي هو عفواً الأي والسي إذا كانوا متساويين ولا غير متساويين دعونا نرى المثال الرقم الثنين طبعاً هنا إذا كان اللي هو البي لا تساوي صفر شوفوا مثلاً هذا قطع الآن البي فيه تساوي صفر ما في عندي حد اللي هو فيه إكس وي ولكن هنا في عندي اللي هو هذا القطع لاحظ فيه حد اللي هو ستة في جذر ثلاثة إكس وي يلاحظ نفس القطع تماماً ولكن هنا حصل إيش حصل دوران حصل دوران بزاوية معينة أصبح محور جاي بهذا الشكل المائل طبعاً بيكون في زاوية فيتا وطبعاً هناك معادلات للتحويل ما بين الصورة اللي هو المائلة والصورة المستقيمة يعني ممكن إن شاء الله إذا تخصصتوا في الجامعة يعني تدرسونها بشيء من التفصيل خلونا نسمي بسم الله ونحل المعادلات مع بعض قالك حدد نوع القطع المخروط الذي تمثل كل معادلة قلنا أنا دائماً سأبحث عن A والB والC اللي هي من الحدود التالية الA دائماً يكون مع الـ X تربيع والB دائماً يكون مع الـ XY والـ C دائماً يكون مع الـ Y تربيع هذه الحدود اللي تهمني وآخذها مع الإشارة اللي موجودة عندي فأنا الحين جتني المعادلة هذه طبعاً هذه الـ Y تربيع إذاً هذه بتعطيني الـ C وهنا الـ X تربيع هذه بتعطيني الـ A هل في حد X Y؟ نعم هذه الـ X Y فهذا بيعطيني الـ B فبالتالي حتى لو اختلف الترتيب أنا لازم أرتبها بنفس الطريقة ونفس الترتيب أقول أن المميز هو B تربيع ناقصاً أربعة A C الـ A الـ B تربيع طبعاً الـ B تساوي سالب ثلاثة فبقول سالب ثلاثة تربيع ناقصاً أربعة ضرب الـ A تساوي أربعة والـ C تساوي واحد طبعاً اللي هي معامل الـ Y تربيع وبالتالي أقوم بالحساب الآن حسبة بسيطة طبعاً أقول 9 ناقصاً 16 سيصير الناتج سالب 7 وبالتالي القطع يكون إما قطع ناقص أو دائرة إما قطع ناقص أو دائرة ولكن لاحظة C تساوي واحد والـ B تساوي أربعة فبالتالي سنقول هنا أن الشكل سيكون عبارة عن قطع ناقص لماذا؟ لأن مثل ما قلنا لكم قبل قليل أنه إذا اختلف الـ A عن الـ C فسيكون هناك لدي محور أكبر ومحور أصغر وبالتالي سيكون الشكل عبارة عن قطع ناقص نشوف الفقرة B قالك في الفقرة B تدور وين الـ X تربيع؟ والله هذه الـ X تربيع إذن من هنا بطلع عن إيش؟ بطلع الـ A وين الـ Y تربيع؟ والله هذه هي الـ Y تربيع فمن هنا بطلع الـ C في حد X Y؟ نعم هنا في حد X Y فهذه بطلع منها الـ B وبالتالي سأقول الآن أن B تربيع ناقصاً 4A C هذا هو المميز الـ B تساوي 2 فأقول 2 تربيع ناقصاً 4A التي هي 3 في C التي تساوي سالب 5 وبالتالي سأقول هنا مباشرة أن هذا يساوي 4 طبعاً ناقص الناقص يكون زائد و 4 فيه 3 و 12 فيه 5 و 60 فهيكون 64 في الموجة فمباشرة أقول هنا قطع زائد قطع زائد و ممكن اختصاراً نقول أنه إذا كانت إشارة الـ X تربيع تختلف عن إشارة الـ Y تربيع مباشرة أن الشكل بيكون قطع زائد لأنه بيكون عندك A وحدة بالموجة بوحدة بالسالب فلما تضربهم في بعض بيصير سالب لما تضربه في السالب حيتحول إلى موجة والجزء الأول من القانون اللي هو B تربيع قطعاً بيكون موجة فالمحصلة في الأخير بتكون موجبة فبالتالي إذا اختلفت إشارة الـ X تربيع عن الـ Y تربيع الـ X تربيع عن الـ Y تربيع سيكون الشكل قطع زائد دعونا نشوف آخر فقرة عندنا كذلك هنا لو جيت هنا قلتك والله هذه الـ C طبعاً ما عندي لها A ولا B إذا مباشرة راح أقول أن A تساوي صفر و B تساوي صفر أي حد ما ألقاه على طول بيساوي إيش بيساوي الصفر طبعاً هذه واضح أنه مباشرة قطع مكافئ لأن التربيع موجود على أحد المحورين فقط ولكن لو حبيت تحسبها تقول B تربيع ناقصاً أربعة A C الـ B صفر فتكون صفر تربيع ناقصاً أربعة في A اللي هي صفر في C اللي هي أربعة وبالتالي تصير صفر ناقص صفر اللي هي تساوي صفر وبالتالي القطع هنا بيكون قطع مكافئ دعونا نشوف تحقق من فهمك أيضاً بنفس الطريقة ونفس الأسلوب أبحث عن الـ X تربيع والله هذا الـ X تربيع إذن هذا الـ A وهذه هي الـ C وهذا هو الـ B الترتيب مهم جداً أيها الأخوة الكرام فأقول أنه المميز اللي هو الـ B تربيع ناقصاً الأربعة A C يساوي أربعة تربيع اللي هي ستعشر ناقصاً أربعة في A اللي هي سالب ستة في الثمانية طبعاً مباشرةً هنا الناتج بيكون موجب يعني حتى لو ما عرفت كم المقدار أو صعب عليك حسابه الناتج بيكون موجب وبالتالي بيكون قطع زائدة وممكن بالملاحظة من يوم تشوف إشارة الـ Y موجبة وإشارة الـ X تربيع سالبة وبالتالي مباشرةً تقول أن القطع هنا قطع زائد مهما كانت هذه القيمة في القطع هنا سيكون قطع زائد قال لك هنا أيضاً أربعة أكس تربيع من هنا هذه الأي وعطاني هنا فقط الـ B والـ C غير موجودة فبالتالي فإن C تساوي الصفر فلما أجي أطبق عليها القاعدة بقول بي تربيع ناقصاً أربعة A C فبالتالي راح يصير الشكل عبارة عن إيش يصير بي تربيع اللي هي تساوي تسعة ناقصاً أربعة في الأي اللي هي أربعة في الـ C اللي هي صفر وبالتالي هذا بيعطيك موجب تسعة وبالتالي أيضاً هذا بيكون قطع زائد قطع زائد بهذا الشكل لما يأتي هنا يقول لك 2C أيضاً الفقرة 2C عندك هنا هذه هي الأي وهذه هي الـ B فقط ما عندي أو هذه هي عفواً السي وليست الـ B آسف هذه هي السي وما عندي حد فيه إكس وي فبالتالي لا يوجد لدي بي فبالتالي بي تربيع ناقصاً أربعة A C الـ B تربيع تساوي صفر طبعاً ناقصاً أربعة في الأي اللي هي ثلاثة في السي اللي هي تساوي أثنين فبالتالي سيكون الناتج عبارة عن إيش سيكون الناتج عبارة عن أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين اللي هو سالب أربعة وعشرين وبالتالي هذا القطع بيكون قطع ناقص أو دائرة أو دائرة ولكن لاحظ هنا عندك لأن هذه ثلاثة وهذه اثنين فبالتالي فيه اختلاف فبالتالي سنقول هنا أن قطع ناقص ولكن لو كان هذا ثلاثة وهذا ثلاثة فبالتالي يصير الشكل دائرة ولكن لأنهم مختلفين فبالتالي سنقول هنا أن القطع ناقص وبذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون بحمد الله تعالى أنهينا موضوعنا هذا ما رأيكم نأخذ يعني كذا نتسلب بعض الأسئلة من التقويم أو من تدريبات في الكتاب يلا خلونا نشوف اللي هو التمرير رقم خمسة أيضا بنفس الطريقة طبعا هنا إذا حط لك الحدود ليست في طرف واحد مفترض أنك تضعها في طرف واحد ولكن أنا يهمني اللي هم الثلاثة اللي يكونون من الدرجة الثانية نحن قلنا اللي يهمنا ثلاثة حدود أنها تكون في نفس الطرف اللي هي Ax تربيع زائدا Bxy زائدا C CY تربيع أفوان CY تربيع هذه الحدود هي اللي تهمني إنها تكون في طرف واحد لاحظ هذه الحدود ليست يعني مهمة بالنسبة لي فبالتالي أنا يهمني فقط اللي هو هذا الحد اللي بيعطيني اللي بيعطيني اللي هو الآي وبالتالي لما أجي أطبق اللي هو قاعدة ثم يسبق B تربيع ناقصا أربعة A C وهذا بيعطينا صفر تربيع ناقصا أربعة فيه أربعة فيه سي اللي هي صفر وبالتالي سيصير الناتج صفر ناقصا صفر اللي هو يساوي صفر لما نأتي هنا أيضاً ألاحظ هذا الحد يهمني وهذا الحد يهمني لازم أخليهم في طرف واحد يا تنقل الخمسة Y هناك يا تنقل الثلاثة X تربيع هنا فالك الحرية في ذلك فبالتالي دعونا ننقل الثلاثة X تربيع بهذا الشكل لأنها ستختلف الإشارة أما بقية الحدود فلا تهمني حقيقة يعني لو جلست في الطرف الآخر فبالتالي الحين أنا ألاحظ أني أنا بيكون عندي A تساوي سالب ثلاثة والC تساوي الخمسة وقلنا طالما أننا اختلفت الإشارة فبالتالي القطع بيكون قطع زائد ولكن لمزيد من التأكيد لا يمنع أن الواحد يطبق هذه القاعدة أربعة AC بهذا الشكل وبالتالي بتقول هنا صفر تربيع لأننا ما عندك حد في X Y أربعة في الآي اللي هي سالب ثلاثة في الخمسة بهذه الصورة طبعاً هنا بنقول صفر ناقص ناقص بصير زائد وأربعة في ثلاثة بصير ستين وبالتالي سيكون موجب ستين وطالما أننا موجب في مباشرة بقول أن الشكل بيكون عبارة عن قطع زائد عبارة عن قطع زائد كذا عليك لو حبينا نشوف هذا المثال لاحظ كلهم في طرف واحد فبالتالي ما عندي أي مشكلة هنا بأخذ الأي اللي هي الثمانية والبي اللي هي صفر والسي طبعاً تساوي ثمانية لأن ما عندي هنا في حد في X Y فلما نأجي أطبق الحين أقول هنا عندك بي تربيع ناقصاً أربعة في A في C فبالتالي البي تربيع ستكون صفر تربيع ناقصاً أربعة في ثمانية في ثمانية طبعاً الرقم يصير كبير جداً شوي هي ثمانية في ثمانية أربعة وستين أربعة وستين في أربعة بيكون سالبuşة وستة وخمسين على ما أعتقد تقريباً أو هيكون أربعة وستين ضرب أربعة لا لا، ما هو ٢٥ و لو ستتة وخمسين ممكن نحسبها مع بعض يعني باستخدام الآلة الحاسبة ممكن يلا نشوف أربعة ضرب ثمانية ضرب ثمانية حتكون متين وستة وخمسين والله صح علي فبالتالي رح نقول هنا أن هذا الناتج بيكون عبارة عن كم بيكون سالم 256 فبالتالي هنا هيكون الشكل إما قطع ناقص لأنه بالسالب أو دائرة أو دائرة صح أو لا ولكن لاحظ هنا عندك أن A تساوي C فبالتالي ما صار في عندي بحور أكبر ولا محور أصغر فبالتالي الشكل ويكون دائرة ولا يكون عبارة عن قطع ناقص فبالتالي الشكل بيكون عبارة عن إيش بيكون عن دائرة لماذا؟ نقول لي أن A تساوي السي فإذا طابقت A مع السي فبالتالي الشكل بيكون عبارة عن دائرة وليس عبارة عن قطع ناقص بهذه الصورة دعونا نختم بهذا السؤال الأخير طبعا لاحظنا هذا الحد هو الذي يهمني وبالتالي بقول أن A تساوي الأربعة البي والسي طبعا حيساوهم صفر وبالتالي بستخدم قانون المميز اللي هو بتربيع ناقص أربعة A سي اللي تحفظون هذا القانون فبالتالي بقول صفر تربيع ناقصا أربعة في أربعة في صفر بيأطيك اللي هو صفر ناقصا صفر وبالتالي الجواب يصبح صفر وبالتالي القطع هذا سيكون قطع مكافئ بهذه الصورة و بذلك نحن أوجدنا نوع القطع في جميع المعادلات السابقة و بحمد الله تعالى نقول نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التيسير و أن الله يسر لنا أن نختم هذا المقرر على خير مقرر يضيئة خمسة مقرر جميل يتطلب فقط أفكار كثيرة شوية ولكنها بسيطة تتطلب المزيد من المتابعة أتقدم بالشكر الجزيل لكم عزائي المشاهدين و عزائي الطلاب و الطالبات على المتابعة و حسن المتابعة و حسن المذاكرة و متابعة الدروس أولا بأول كما أتقدم حقيقة لمن شاركني في تقديم هذا المقرر الأستاذ مريم الطيب و كذلك سعادة الأساتذة المشرفين الذين أشرفوا على هذا المقرر الأستاذ جواهر البلوشي و الأستاذ ناصر الشهراني و كذلك فريق التصوير و الإعداد حقيقة و الإخراج جميعهم قدموا جهود مشكورة على مدار الفصل الدراسي أتمنى إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم هذا المقرر أو على الأقل قد وفقنا في تقديم ختام هذا المقرر لكم في هذه الوحدة و تكونوا استمتعتم فيها أشكركم لحسن المتابعة و لعله إن شاء الله بإذن الله تعالى أمامكم طريق مفروش بالنجاح و التفوق و تفوقكم إن شاء الله و يكون نجاحكم في هذا المقرر بإذن الله دافع لكم لتميز بإذن الله تعالى في المقرر القادم مقرر الأجمل مقرر رياضيات ستة في الختام أشكركم و نلتقيكم على خير دمتم في رعاية الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر